قبل الفاصل ذكرت أنه فيه تحديات وموضوع التحديات عاوز أسألك السؤال بطريقة بتختلف فيه ناس بتفكر أنه المرأة المسيحية يمكن تحدياتها بتختلف عن المرأة بشكل عام إيه الأشياء المشتركة في التحديات بين المرأة عموما بغض النظر شو خلفيتها والمرأة المسيحية وهل فيه اختلافات شكرا على السؤال التحديات حقيقة تقريبا هي نفسها مع العلم أن المرأة المسيحية عندها المسيح بحياتها عندها رجاء عندها رجاء عندها شيء مختلف لكن بسبب المجتمعات التي نحن فيها بسبب التربية التي تربط عليها المرأة بسبب كل هذه المعطيات الموجودة التحديات هي نفسها أول تحدي تحسها لها أقل من غيرها الدونية هيدا الفكرة لازم نقدر نتخطاها هيدا بتصير بطريقة تعليم المرأة وتعريفها أنه هي منة أقل من غيرها هي قادرة تكون مثلها مثل غيرها هيدا عدم الثقة بالنفس والدونية وتحس حالها أنه هي لازم أعطوكم في رجل حدا يحميها منة بحاجة منة بحاجة يكون في حد رجل يحميها إذا هي بتعرف حقوقها وبتعرف التزاماتها وبتعرف شو عندها بتقدر تكون أمرأة ناجحة بدون محدا يحميها بكل بساطة فهيدا تحدي كتير كبير لازم نرفع من شأن المرأة نعلمها أنه أنت رب شايفك بمنظار مختلف لو ما هيك رب ما إجا ما إجا من أمرأة ما إجا واختار مريم العزراء كان عامل يمكن طريقة تانية للخلاص ما بعرف شو هي لكن هو إجا حتى يرفع من شأن المرأة غير غير كل شي المسيح حقيقة إذا نقرأ بالأناجيل غير النظرة كاملة لكن أنت الفكرة اللي عم تحكيها أنه المرأة تأخذ قرارات تصنع القرارات مش المقصود أنه مش بحاجة لرجل يعني لأنه حكيت في البداية عن دور دور الرجل دور المرأة والكتاب واضح ويكون الاثنان جسد واحد 100% أنا ما عم بالغد أقول للرجل هنا لكن اللي عم قوله لأنه بمجتمعاتنا ما فيها تعمل شيء إلا ما يكون فيه معا يا خي يا بيا يا رجل تاني إذا هي متزوجة فهذه المشكلة عم تخلق لضعف بشخصيتها نحن بتربيتنا للمرأة نفهمها أنك أنت فيك تكون مثلك مثل خي فيك تأخذ القرار فيك تختاري أنت شو بديك تدرسي فيك أنت تختاري شو بديك تشتغلي فيك أنت تأخذ هذه القرارات الكبيرة بحياتك فيك تأخذها بدون مساعدة أي شخص تاني إن كان رجل أو أمرأة أو ما كان لكن لازم تعرف تأخذ قرار لازم يكون عندها ثقة بنفسها بكل مساطة أكيد أكيد بعدين شغلة كثير مهمة أنه الجهل فيه جهل فيه تعصب التعصب والجهل هيدا بخفف كثير من دورة من دورة ومن بصير عندها تحدي أنه أنا ما بعرف شي أنا مش قدر أعمل شي إذا بتنتمي لأي لأي ديانة فيها تعصب حتى في الديانة المسيحية إذا بناخد بالديانة المسيحية التعصب التعصب بخلي مرأة ضعيفة وبيقود للتطرف والتطرف للتزمت 100% وكأنه بيحتمي في الدين كسترة ولكن من جو مثل ما ذكرتي مهمش 100% يعني ضايع 100% أنا دايما بقول نص العدل هو النص لا هون ولا هون بالنص خلينا ناخد الشي دايما بإيجيبية خلينا ناخد الشي بدون تعصب بدون تطرف خلينا أسمع الآخر شو بقول خلينا أتعلم أسمع الآخر هذا أمر كتير مهم على المرأة ما يكون عندي لا جهل ولا تعصب ابعد عنهم بس وين فين يشوف تعصب ابعد عنهم وفاتي شو هي الحقيقة لأنه بهذا التعصب فيه حقيقة عم تنخفى بصراحة فيه حقيقة عم تنخفى وعم تنحط محل الإشياء التعصب والشدة التستر بالدين اكزاكلي اكزاكلي هذا هو بعدين العنف العنف والتحرش بالمرأة هذا أمر مرفوض في بلادنا العربية هذا التحدي في بلادنا العربية لأن هنا في قوانين الشخص اللي بتحرش بروح فيها 15-20 سنة في السجن صحيح صحيح بس ببلادنا للأسف هذا موجود هذا موجود وهذا عم بضعف المرأة لأنه عم بيكون أوقات من العائلة نفسها أوقات من العائلة نفسها التحرش ولازم يكون صادقين ونواجه هالشي ونواجه ونحكي بهذا الأمر ونعلم أولادنا ونعرف ونحمي بناتنا بالمعرفة نفهمهم إنه هيدا الأمر مش مقبول وأي شيء بيصير معنا لازم يكون فيه بالمقابل نقدر نحلها ونساعد حتى تطلع المرأة من هيدا الوضع تعارفة عنا في المجتمع العربي دائماً بيخافوا من الفضيحة أكتر ما بيخافوا من الله صحيح وأكتر ما بيخافوا على البنت نفسها على المرأة نفسها خليها مستورة بدناش يعني يعني مستعدين إنه دم روى للمرأة وفيه بنات تدمرت بس حتى ما يقولوا عننا شو بقول عننا الناس وشو بقول عننا المجتمع تكون مؤمنة في المسيح برضو وسنين وسنين وبعدها مش مش فيه تحدي إنه منخجل نقول إنه صار معنا كذا وكذا ونرفع الصوت ونقول يا عمي سعدونا في تحديات هذا الموضوع كتير صعب بالبلدان العربية موجود موجود كتير طالما ذكرت هذا الموضوع شو رأيك في الزواج المبكر؟ أنا ضد الزواج المبكر مية بالمية أنا تزواجت عمري 28 سنة 28 سنة كلهم يقولوا لي نفرح منيك وقامتي بديك تتجوزي وهالخبريات كلها وأنا ما أرد على حضا أنا رح أتجوز الوقت اللي أنا بكون جاهزة فيها أتجوز أنا مع البنت تتزوج مش بعمر مبكر أبدا تكون ناضجة تكون ناضجة تكون تعرف مين عم تختار وهيدي واحدة من المشاكل يلي منعنيها إنه ما منحضر ولادنا للزواج هادي واحدة من الحلول لازم نعملها لازم يكون فيه للمنت اللي بدأت تزوج لازم هادي مش موجودة ببلادنا أبدا نحضرهم شو الزواج شو مفهوم الزواج كيف أنا بدي أقدم على هيدا العمل أنا بتذكر رحت على السودان وحكيت عن هيدا الموضوع صدقني صدق ستات كلهم زوجين يلي عم يحكوا إنه يا ريت حدا نخبرنا كيف اختار شريك الحياة والحق يقال أن اليوم كتير في الكنيس عم بوععوا في هذا الشيء بحيث أنه بيعطوا سمينارات للخطاب قبل حتى هيدا هون لا كمان في بعض الدول العربية في بعض أنا بشجع في بعض الكنيس يعني مش كل الكنيس هيدا كتير مهم هيدا كتير مهم وخصوصا النساء الضعيفات الموجودين في الريف يعني فيه كنائس فيه سيدات واجهتهم حقيقة ما بيعرفوا شي ما بيعرفوا شي فهو الناس نحن بحاجة أنه نصلوا لازم يكون فيه مقتمرات لازم يكون فيه تدريب لازم يكون فيه خدمات توصل لهيدا للأشخاص حتى نساعدهم هل فيه تحديات أخرى؟ بالنسبة للمرأة المسيحية بدي أقول اللي بيفرق أنه بتفقد التدريب على الخدمة يعني ما بتنعطى مجال أنه تخدم ما بتنعطى مجال يعني دايما الخدمات لازم تكون من دور الرجال أو الشباب في الكنيسة لكن ما بتنعطى المرأة مجال أنه تخدم أنه تتدرب أنه هي تدرب غيرها أنه كن عندها موقع رائد يعني إذا ما في حدم بالكنيسة أوكي بنعطى الأخ تخدم إذا فيه رجال لا بنعطى الأخ هو يخدم المرأة هي دورة مهمش تعلم مدارس أحد عم نعمل تدريب كيف تعلم مدارس أحد مثلا للمرأة ولا بتعلم مدارس أحد بيحكي له نقصة للأولاد وبيمشي الحال يعني هذا كتير مهم نطلق إلى الخدمة للخدمة تخب تروح عند الناس شو هي الخدمة المسيح شو إجا خدم إجا خدم بحياته بحياته العملية وأنا بقول ست الحبيب دورة أنه نخدم بحياتنا العملية حياتنا هي الشهادة نحنا النور نحنا مش ضروري أنه نحكي كتير حياتنا بتحكي حياتنا هي النور اللي بتدل الناس على المسيح يعني موضوع كبير كبير أخت إليان في الغرب في قوانين بتحمي بس في الشرق يعني مش كل القوانين بتحمي صحيح فبداعما بتحس كأنه وحيد ملهاش سند في الموضوع مية بالمية هذا كتير كتير مهم أنه هالقوانين تتغير وهيدي الإشياء تتغير أولا بالكنائس تتغير أولا بالمجموعات المسيحية يعني إذا بيصير فيه هيدا التوعية بفتكر أنه كمان فينا نعمل فرق فينا نعمل فرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر